أنا أريد أسأل سؤال يعني أتعلق بقضية أثيرة قبل يومين أو ثلاث بعد زيارتكم لبلدية القاسم في محافظة بابل والبعض وصفت زيارة بأنها تجاوز على مدير البلدية وهو فعلا ما حدث أن موظفي البلديات في محافظة بابل نفذوا في اليوم التالي اعتصاما وتظاهرات ووقفات احتجاجية في مديريات البلديات احتجاجا على ما وصفه إذا جاز التعبير بتجاوزكم على مدير بلدية القاسم أنا أريد إحنا كنا شفنا الفيديو لكن أريد أعرف التفاصيل يعني أنت حضرتك ليش شنت عاصبي بكل هالطريقة هاي شنو يعني أنت شنو ده الطالب حسب ما يعني شفنا بالفيديو ده الطالب ببناية أريد أعرف التفاصيل أكثر من حضرتك نعم مرحبا مرة أخرى من العار من العار أن يقبل الفتاة بمذلة وفي القول ما يكفي لأمر يعده سيد الكريم المسؤولية الملقاة على عاتقي وعاتق جميع أعضاء مجالس المحافظات فضلا عن أعضاء مجلس النواب ودور رقابي وتشريعي نعم وأنا بالحقيقة ما اتخذت هذا الإجراء إلا بعد أن طفح الكيل وبلغ السيل الزبا أعتقد حضراتكم تعرفون أن المصادقة تمت على عضويتنا في مجلس المحافظة في 25 يناير الماضي وباشرنا بالعمل في 6 فبراير الماضي يعني قبل أكثر من 80 يوما وأنا أعددت العدة بدور الرقابي والتشريعي ومن جملة الأمور التي راقبتها وشخصت العلة ووضعت الحلول الناجعة والناجحة لهذا هو أنه في مدينة القاسم أكثر من دائرة تفتقر إلى البنايات الحكومية وقطع أراضي الدولة يعني من جملة أو مدار الحديث هو المستوصف البيطري في مدينة القاسم هذا المستوصف نكسة نكسة تسجل على الحكومات السابقة وحتى على الحكومة الحالية هذا المستوصف يزاول عمله في مدينة تعد الأكثر كثافة سكانية في العراق قضاء القاسم هذا القضاء المنكوب يزاول عمله في جزء من بناية تابعة لزراعة القاسم وبالنتيجة أنا تابعت الأمر في 17-2 يعني 17-2 أي بعد 11 يوما والتقيت المسؤولين ومدير المشفى وعرضت علي هذه المسألة فأنا بدوري ذهبت إلى السيد مدير بلدية القاسم وقلت له أن الأمر لا يحتمل التأخير عليك بتخصيص قطعة إلى هذا المستوصف يعني رحت علي قبل هذا اللقاء العنيف نعم ذهبت إليه لقاء وديا حتى قلت أنا في البثوث المباشرة قبلته على الخد الأيمن قبله وعلى الأيسر قبله بعد أن صفحته بيدي نعم والجميع يشهد بذلك ولدي فيديوهات كثيرة بهذا المضمار زرته أكثر من سبع مرات منذ ستة اثنين وحتى لحظة الكلام أكثر من ست زيارات تتعلق بالتفاوض في القضايا العالقة من قبيل الاستثمارات من قبيل التجاوزات من قبيل مكافآت العمال الذين اعتصموا ضد محمد المنصوري من قبيل الأرصفة من قبيل الشوارع من قبيل المشاريع المتلكئة ذات العلاقة بهذه الدائرة لكن الرجل كل مرة أقولها مع الأسف مدير بلدية يراوغ في كلامه يراوغ حتى خيل لي أنه يكذب حتى أنا بادرت أيضا إلى رئاسة مجلس محافظة بابل وقدمت مقترحا وطلبت بقطعة أرض لهذه المؤسسة الحكومية الهامة وغيرها من نقابة الفنانين ومركز تخصص طلب الأسنان شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم